لنفترض أنه لدي مصفوفة تحويل خطية T والتي تحول المجموعة RN إلى RN أو مجموعة الأعداد الحقيقية في فضاء أبعاده N إذن هذا هو مجالها RN والمجال المقابل هو أيضاً RN باعتبار أنه لدينا متجه ما في هذا المجال لنسمه المتجه X فإن T ستحوله إلى عنصر آخر في RN والذي هي المجال المقابل من الممكن تسمية ذلك دالة التحويل T للمتجه X وهي تعني دالة التحويل T للمتجه X إلى القيمة المقابلة في المجال المقابل حسب تعريف الدالة لأن T تمثل دالة تحويل خطي نعلم أن المتجه X بعد التحويل ما يمثله في المجال المقابل يكافئ حاصل ضرب المتجه X في مصفوفة ما لنقل المصفوفة A على سبيل المثال المصفوفة A وتمثل مصفوفة تحويل من المتجه X إلى صورته في دالة التحويل T إذن نعلم أن هذا هنا يساوي حاصل ضرب المصفوفة A في X لقد رأيت هذا مرات مرات عديدة فقط لنتأكد من أننا نفهم الصياغة بشكل سليم قلنا أننا استخدمنا الكلمة حيث A هي يمكننا تسميتها مصفوفة التحويل T أو لنقل أنها مصفوفة التحويل للدالة T الآن وفي آخر فيديوهيد تعلمنا أنه يمكن تمثيل المتجه ذاته بطريقة مختلفة وبنظم إحداثيات مختلفة عند كتابة للمتجه X هكذا فحسب فغالب الظن أنه ممثل بالإحداثيات القياسية أو أنه ممثل بالنسبة إلى قاعدة قياسية إذن لنكون أكثر دقة في عملنا هذه هي المصفوفة A والتي هي مصفوفة تحويل للدالة T فقط عندما تكون X ممثلة بالإحداثيات القياسية أو إحداثيات بالنسبة للقاعدة القياسية لنكتب تعريفا هنا إن المصفوفة A هي مصفوفة تحويل T بالنسبة إلى القاعدة القياسية لم أكتب الجزء الأزرق هذا من قبل لم أذكر الجزء الأزرق هذا من قبل حتى لأن نظام الإحداثيات الوحيد الذي تعاملنا معه هو النظام القياسي أو الإحداثيات بالنسبة إلى القاعدة القياسية لكن نعلم الآن وجود نظم إحداثيات عديدة هناك عدد من الطرق لتمثيل المتجه هذا ذلك لأن الفضاء RN لديه عدد من القواعد الممتدة من نقطة إلى أخرى هناك عدد من القواعد المتنوعة الممكن لRN تمثيلها وكل من هذه القواعد يستطيع متوليد نظام إحداثيات يتيح لك من خلاله التعبير عن إحداثيات أي متجه في RN وبالنسبة لأي من تلك القواعد إذن الجزء الأخير كان طويلاً لذا سوف أقدم لكم مثالاً لتوضيح المعلومة لنفترض لدينا قاعدة B B عبارة عن مجموعة تتكون من العدد N من المتجهات التي يجب أن تكون مستقلة خطياً هذا تعريف القاعدة حيث لدينا V1 V2 وصولاً إلى VN وهي تشكل متجهات قاعدة الآن هذا العدد N من المتجهات هي متجهات مستقلة خطياً كل منها ينتمي إلى RN بالتالي فإن القاعدة B هي قاعدة لRN وهذه طريقة أخرى لقول أن كل هذه المتجهات مستقلة خطياً وأن أي متجه في الفضاء RN يمكن تنثيله كتركيبة خطية من هذه المتجهات وهي طريقة مختلفة لقول أن أي متجه في RN يمكن تنثيله بالإحداثيات بالنسبة لهذه القاعدة هنا بالتالي فإن نفس المتجه X هنا سأضع نفس النقطة هنا عند قيامنا بتمثيله بالإحداثيات القياسية فسيكون هذا المتجه الذي أشير إليه هنا بالضبط لكن ماذا سيحدث إذا أردنا تمثيله بالإحداثيات بالنسبة لقاعدة جديدة؟ حسناً سيبدو المتجه X نفسه هكذا سنشير إليه بهذا الشكل يمكن تنثيل هذا المتجه نفسه بالنسبة إلى هذه القاعدة B من الممكن أن يكون عبارة عن مجموعة ما من الإحداثيات ومن الممكن أن يكون عبارة عن مجموعة أخرى من الإحداثيات لكن هذا المتجه سوف يبقى ممثلاً لنفس القاعدة كذلك هذا المتجه هنا ينتمي إلى RN بالتالي يمكن أن يمثل بتركيبة خطية من متجهات القاعدة أو يمكنك أن تمثله بالإحداثيات بالنسبة إلى القاعدة تلك إذن نفس النقطة هنا يمكنني أن أمثلها هذه النقطة يمكن تنثيلها بالإحداثيات بالنسبة إلى القاعدة هادئ هكذا كما ترون على الشاشة أمامكم حسناً هذا سؤال مثير للاهتمام هذا السؤال قد يثير فضولك إن بدأت بمتجه ممثل بإحداثيات قياسية ومن ثم طبقت دالة التحويل T أي ضربتها في المصففة A أو ضرب تلك الممثلة بالإحداثيات القياسية مع المصففة A فسأجد حل الدالة T بالإحداثيات القياسية الآن ماذا لو بدأنا ذلك بإحداثيات غير قياسية إن كان لدي إحداثيات بالنسبة إلى القاعدة الأخرى هذه هنا حسناً لا يزال على دالة T أن تقوم بتحويل النقطة هذه إلى النقطة تلك يجب أن يتم التحويل بغض النظر من تلك النقطة لهذه النقطة فقط لا يهم نظام الإحداثيات المستخدم إذن فدالة التحويل T يجب أن نقوم بالتحويل إلى نفس النقطة المعينة هناك يجب على T أن تقوم بالتحويل الخطي يمكنها أن تحول من X إلى دالة X في T لكن هذا هو الشيء ذاته محولاً من هذا النوع من تسميته X إلى هذا النوع من تسميته X إذن يمكننا القول ربما دالة التحويل T أو المتجه X هو عبارة عن حاصل ضرب مصفوفة أخرى مع هذه هنا لنكتب ذلك هذه مجرد أنظمة إحداثيات مختلفة لا يجب أن أقول ربما بل يجب أن يكون ممكناً تمثيل هذه إذن في حالة تمثيل دالة X في هذا المجال المقابل بالإحداثيات بالنسبة إلى القاعدة B بالتالي إن أردنا تمثيل تلك الخطوة بنظام إحداثيات آخر بالنسبة لذلك القاعدة فيجب لدالة التحويل أن تساوي حاصل ضربها في مصفوفة أخرى لنسمي تلك المصفوفة الأخرى D المصفوفة D مضربة في تمثيل المتجه X هذا مضرباً في الإحداثيات X بالنسبة إلى النظام الإحداثيات الغير قياسية يجب أن يكون قادراً على إيجاد المصفوفة D والتي يمكنها تحقيق ذلك يجب علينا في هذه الحالة القول بأن المصفوفة D هي مصفوفة التحويل في الإقترام T تفترض المصفوفة A أنه لديك المتجه X ممثلاً بالنسبة لإحداثيات قياسية الآن تفترض المصفوفة D أنه لديك المتجه X ممثلاً بإحداثيات بالنسبة إلى القاعدة B ليس هناك سبب يمنعنا من القيام بذلك فهذه الأشياء ليست سوى طرق مختلفة لتمثيل المتجه ذاته نقطة المتجه نفسها إذن لنرى ما إن كان بالإمكان يجد علاقة بين مصفوفتي التحويل D و A تعلمنا من فيديوهات سابقة أن هناك ما يسمى بمصفوفة تغيير قاعدة يمكن توليدها من هذا القاعدة من السهل توليد هذه المصفوفة إن مصفوفة تغيير القاعدة هي مجرد مصفوفة تتشكل أعمدتها من متجهات القاعدة في إثنان في واحد لا يجب وضع فاصلة بين المتجهات فهي أعمدة مصفوفة في إثنان وصولاً إلى في إن هذه مصفوفة رتبة إن في إن كل من هذه العناصر تنتمي إلى R إن ولدينا عدد إن منها هذه مصفوفة رتبة إن في إن حيث أن كافة الأعمدة مستقلة خطياً بالتالي نعلم أن المصفوفة C قابلة للعكس هذه الأعمدة تمثل المتجهات إذن نعلم أن المصفوفة C قابلة للعكس وتعلمنا في مقاطع الفيديو السابقة أنه إذا كان لدينا متجه ما إكس ممثلاً بإحداثيات بالنسبة إلى القاعدة B فيمكننا أن نضرب المتجه بالمصفوفة C ومن ثم إيجاد المتجه X هذا سيخبرنا بالتركيبة الخطية لمتجهات القاعدة هذه والتي ستوجد لنا المتجه X لأن المصفوفة C قابلة للعكس رأينا أيضاً أنه إن كان لدينا الصيغة القياسية للمتجه X أو الإحداثيات القياسية للمتجه X يمكننا أن نضرب هذه الإحداثيات بمعكوس C هذا سيوجد لدينا إحداثيات المتجه X بالنسبة للقاعدة B إن كان بإمكانك ضرب كلا شطري المعادلة دعني أكتب ذلك بلون آخر إن كان بإمكانك أن تضرب شطري المعادلة هذا بمعكوس المصفوفة C على الجهة اليسرى ستنتج عندك هذه المعادلة هنا التي أشير إليها هنا إذا اعتبرنا ذلك أحد المعطيات لنرى ما إن كان ممكن إيجاد أي علاقة بين هذين المقدار المشار إليهما في المربعين باللون الأزرق لنرى ما هو حاصل ضرب المصفوفة D في المتجه X بإحداثيات القاعدة B حيث حاصل ضرب دالة التحويل X في إحداثيات القاعدة B يساوي المصفوفة D مضروبة في تمثيل إحداثيات X بالنسبة للقاعدة B هذا ما كنا ندعي إننا نفترض أن دالة تحويل المتجه X بإحداثيات B تساوي المصفوفة D مضروبة في تمثيل إحداثيات المتجه X بالنسبة للقاعدة B لنكتب كل هذا هنا سأقوم بذلك هنا بالضبط لأنني أظن أنه من الجيد أن يكون لدينا هذا الرسم بالتالي يمكننا القول أن حاصل ضرب المصفوفة D مع المتجه X الممثل بإحداثيات بالنسبة للقاعدة B يساوي هذا الشيء هنا وهو تحويل المتجه X ممثلا بالإحداثيات بالنسبة إلى القاعدة B أو بهذه الإحداثيات الغير قياسية يمكنك رؤية هذا هنا لكن ما هو تحويل المتجه X؟ إن تحويل المتجه X ممثلا بالإحداثيات بالنسبة للقاعدة B يساوي حاصل ضرب المصفوفة A في المتجه X هذا النوع من التحويل القياسي المستخدم في حال كان المتجه X ممثلا بالإحداثيات القياسية بالتالي فإن دالة تحويل المتجه X بإحداثيات B تساوي المصفوفة D مضربة في تمثيل إحداثيات المتجه X بالنسبة للقاعدة B تساوي المتجه X ممثلا بالإحداثيات القياسية مضربة في المصفوفة A بالتالي هذا سيوصلنا إلى هذه النقطة في نظام الإحداثيات القياسية لكن نريد أن نحولها إلى نظام الإحداثيات غير القياسية هذه هكذا بالضبط الآن إن كان لدينا ناتج هذه المعادلة التالية المتجه X ممثلا بالإحداثيات القياسية مضربة في المصفوفة A كيف لنا أن نجد كيف يبدو المتجه AX حاصل ضرب المتجه X في المصفوفة A كيف يبدو هذا المتجه؟ حسنا يمكننا النظر إلى هذه المعادلة هنا لدينا قيمة المتجه X ممثلا بإحداثيات بالنسبة للقاعدة B الموجود في المعادلة اليمنى وهو يساوي المتجه X ممثلا بالإحداثيات القياسية مضربة في المصفوفة A مهلا سوف أختار قيمة المتجه X ممثلا بإحداثيات بالنسبة للقاعدة B الموجود في المعادلة اليسرى نريد تنثيل هذه النقطة طبقا لنظام الإحداثيات القياسي إذن ماذا نفعل؟ نقوم بضرب هذه النقطة بالمصفوفة C لنقوم بكتابة ذلك بهذه الطريقة إن قمنا بضرب كلا جانبي المعادلة بالمصفوفة سالب C ماذا سينتج لدينا؟ سيكون الناتج هذا هنا في الحقيقة هذا الكلام غير صحيح كنت أنظر إلى المعادلة اليمنى أول مرة وتوجب علي اختيار قيمة المتجه X ممثلا بإحداثيات بالنسبة للقاعدة B الموجود في المعادلة اليمنى بالتالي يمكن كتابة المعادلة بالصورة التالية يمكننا أن نعيد سياغتها على أنها معكوس مصفوفة C لا يوجد لدينا المتجه X هنا لدينا فقط المتجه AX الناتج عن حاصل ضرب المتجه X في المصفوفة A معكوس C مضروبا في المتجه AX المتجه AX ممثل بهذه الإحداثيات غير القياسية هو الأمر ذاته كضرب معكوس مصفوفة تغيير القاعدة ضرب المتجه AX إن كان لدينا المتجه AX وضربناه في معكوس مصفوفة تغيير القاعدة سينتج لدي تمثيل للمتجه AX بالنسبة للإحداثيات الغير قياسية الآن ماذا يساوي المتجه X؟ المتجه X يساوي مصفوفة تغيير القاعدة مضروبا في المتجه X ممثلا بالإحداثيات الغير قياسية إذن هذا سيساوي معكوس C مضروبا في المصفوفة A مضروبا في المتجه X إن المتجه X هو مجرد حاصل ضرب المصفوفة C في الإحداثيات الخاصة بالمتجه X الغير قياسية دعوني أقوم بتلخيص ما قمنا به في هذا الفيديو لأنني قد تحدثت بشكل ربما غير دقيق قليلا حول النقطة هذه هنا وقد اختلط علي الأمر بعض الشيء إن بدأت بالتمثيل الغير قياسي للمتجه X أو المتجه X بإحداثيات بالنسبة إلى القاعدة B سأضربها بالمصفوفة D بالتالي إن بدأت مع هذه وضربتها بالمصفوفة D سوف تصل إلى هذه النقطة هنا إذن حاصل ضرب المصفوفة D في تمثيل إحداثيات المتجه X بالنسبة للقاعدة B يساوي هذه النقطة التي تعبر عن دالة تحويل المتجه X بإحداثيات B يجب أن تكون تلك النقطة التي تعبر عن دالة تحويل المتجه X بإحداثيات B عبارة عن تمثيل غير قياسي لتحويل المتجه X أو إحداثيات تحويل المتجه X بالنسبة للقاعدة B الآن تحويل المتجه X إن كان المتجه X بالإحداثيات القياسية هو حاصل ضرب المصفوفة A في المتجه X وهذا يعطينا المتجه AX لكن ماذا لو وددت تنثيله بالإحداثيات غير القياسية؟ نقوم بالتالي حاصل ضرب المصفوفة A في المتجه X بالإحداثيات الغير قياسية يساوي حاصل ضرب معكوس المصفوفة C في المصفوفة A في المتجه X إن كنت تظن أن هذا المقدار حاصل ضرب المتجه X في المصفوفة A يساوي هذا المقدار حاصل ضرب المتجه X في المصفوفة A هنا وتريد تمثيله بالإحداثيات الغير قياسية تقوم بضرب معكوس المصفوفة C بحيث توجد التمثيل بالإحداثيات غير القياسية ومن ثم آخيرا نقول المتجة X يساوي حصل ضرب المصفوف C في تمثيل الإحداثيات الغير قياسية للمتجة X يمكننا استبدال المتجة X مع ذلك ها هنا حصل ضرب المصفوف S في المتجة X في القاعدة B بالتالي فإن الخلاصة المستفادة هي عبارة عن المصفوف D مضربة في إحداثيات المتجة X بالنسبة للقاعدة B تساوي معكوس المصفوف C ضرب المصفوف A ضرب المصفوف C ضرب إحداثيات المتجه X بالنسبة إلى القاعدة B إذن يجب للمصفة D أن تساوي معكوس المصفة C ضرب حاصل ضرب المصفة C بالمصفة A وهذا يعطينا A S إن المصفة D هي مصفة تحويل T بالنسبة للقاعدة B لنكتب ذلك هنا والمصفة C هي مصفة تغيير القاعدة للقاعدة B لنكتب هذا أيضا هنا لأن هذه هي معلومات مستفادة مهمة ومصفة A هي التحويل سأكتبها باختصار مصفة T بالنسبة إن المصفة D هي مصفة تحويل T بالنسبة للقاعدة B لنكتب ذلك هنا والمصفة C هي مصفة تغيير القاعدة للقاعدة B لنكتب هذا أيضا هنا لأن هذه هي معلومات مستفادة مهمة ومصفوفة A هي التحويل سأكتبها باختصار مصفوفة T بالنسبة إلى القاعدة القياسية ومن ثم يمكننا القول أن هذه هي القلاصة أن المصفوفة D تساوي معكوس المصفوفة C مضروبا في المصفوفة A مضروبا في المصفوفة C هذه هي القلاصة المستفادة من هذا الفيديو وهي مثيرة للاهتمام أريدكم أن تفهموا هذه المعلومة جيدا نعلم الآن أن المصفوفة A هي مجرد مجموعة معينة من الإحداثيات لكن هناك اختلاف متنوع من القواعد التي يمكننا أن نستخدمها لتمثيل عناصر الفضاء RN ومن ثم يمكن أن يكون لدينا عدد من المصفوفات التي تمثل التحويل الخطي تبعا لعدد مختلف من نظم الإحداثيات إذا أردنا استنتاج هذه المصفوفات المختلفة المصفوفات الممثلة بأنظمة مختلفة يمكننا بشكل أساسي بناء مصفوفة تغيير القاعدة لنظام الإحداثيات الذي نريده ومن ثم توليد مصفوفة التحويل بالنسبة للقاعدة الجديدة بمجرد تطبيق هذه الخلاصة قاعدة الخلاصة قاعدة الخلاصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر